بما اننا في الشتاء كلنا بندور على الاكلات الشتوية الجميلة اللي بتتخن والدافة وتدينا طاقة فانا النهاردة قررت عملوكم مفتأة او باللغة الاسكندرانية الحلبة المعقودة مقادرها مظبوطة جدا جدا وينسي بقى اي طريقة تانية شايفين بقى المطة وجمالها كمان طريقتها سهلة جدا ونجاحها في الخطوات وطبعا هي علاج للنحافة والانيميا يلا بينا مع بعض مشوف طريقتها وتكتها نبدأ بسم الله اول حاجة عندي هنا مقاديري دي على اتنين كيلو من العسل اول حاجة هنا اتنين كيلو من العسل اسود لازم يكون العسل بتاك من مكان مضمون ما يكونش مخشوش مش متضاف له مية ولا اي حاجة علشان ديكي مطة حلوة للمفتأة وكمان طعم جميل حابة بقى تعملي كمية اكبر او كمية قل هالزاود المقادير او تقليليها بناء على كمية العسل نشوف بقى المقادير بتاعتنا عندي نص كباية من المغات من عند العطار طبعا بتثبت الطعم جدا جدا لا مش تقدر تحطيها خلاص بقى استكفي بالحلبة المحوجة لانه سعره بيكون غالي شوية وعندي كمان نص كباية من الحلبة المحوجة وهي عبارة عن حلبة مطحونة وينسون وشمر وكركم وسمسم او زي بنسميها الارتاص برضو بنجيبها كده جاهزة على بعضها كده من عند العطار هناخد منها برضو نص كباية وعندي معلتين كبار من دي يعني كل كيلو من العسل معلقة واحدة بس من دي وعندي كمان كباية الا ربع من الزيت لازم يبقى زيت نظيف مبقاش لطعم ولا ريحة لشانه معملش ريحة كم كمة في المفتاء بتاعتنا عندي كمان نص معلقة صغيرة من ملح اللمون او بديله عصير نص لمونة بنسبة بقى للمكسطرات اللي انا هستخدمها او هحطها في الحلبة بتاعتي هضيف لها سمسم وكمان هضيف لها سوداني حلواني طبعا السمسم بتاع لازم يبقى نظيف جدا واتنقق كل حاجة وكمان متحمص ونفس الكلام برضو سوداني لازم يبقى متقشر مفوش اي حاجة وكمان حلواني مش مملح خد بالكم وطبعا الكيمية اللي انت عايزها انا حط هنا كوباية ونص من كل حاجة فيهم حابة تحطي اكتر حطي اقل دي حاجة يرجع لكينتي طبعا كل ما زادت السمسم والسوداني فيها بيبقى طعمها حلو جدا جدا زي ما انتوا شفتوا كده حبابي مقادرة سهلة جدا وبسيطة يلا بينا بقى على البتجاز عشان نبدأ مع بعض نشوف هنسويها ازاي اول حاجة هجيب حالة كبيرة شوية علشان اخد راحتي في التقاليب بقى وكمان العسل ياخد راحته في الفوران وزا ما انتوا شايفين كمان استخدام تحالة ستالس مش حالة جرانيت ولا تيفال عشان اقل فيها برحتي وكمان معلقة خشب علشان معلقة السيليجون بتخلي العسل بيفور اكتر اول حاجة هنزل بكمية الزيت كلها الموجودة معايا وسخنه شوية وبعد كده انزل عليه بمعاتين كبار من الدقيق وهبدأ ان انا حمص الدقيق في الزيت من غير ما ياخد معايا لون ولا اي حاجة خالص يدوب بس قشين من رحته كده ظهرت مش عايزة حتى يصفر معايا خالص كاني بالزبط بعمل بشاميل وطبعا النار بتاعتي تكون هادية شوية متبقاش عالية قوي ولا منخفضة قوي خدوا بالكو انا قلت لكم نجاح لنفتقة في الخطوات فالخطوات دي مهمة جدا جدا بعد ما حمصت شوية الديق كده في الزيت هنزل بعد كده بفول السوداني طبعا كل حاجة معايا متحمصة نزلت بالسوداني الاول لان اكتر حاجة هتستحمل معايا النار فانا هنزلت بيه هو الاول وهديه برضو تشويحة كده الاول مع الزيت واللي الديق لازم كل ما اضيف حاجة اشوحها الاول تاني وحمصها شوية مع الزيت والديق تمام كده وبعد كده هنزل عليها بنص كبات المغاد وهرجع برضو حمصها برضو تاني بالشكل ده. تقلبتين حلوين كده لغاية ما راح تظهر معانا كده واشمها. تمام بالشكل ده. في الوقت ده هكون من جهازة نص كوب بيت اللي حلبة محوجة. وهضيفها. تمام. وهرجع تاني برضو قلبها. يبقى كل حاجة هتتحمص بدورها. او هقلبها بدورها مش هنحط كل حاجة كده فوق بعض. وارجع تاني يقلب كويس جدا. عايز اقول لكم مفتاة ما بتاخدش على النار عشرين دقيقة اول واخر. فالموضاء ده كله اصلا يعني سريع جدا جدا. في الاخر بقى هنزل باخر حاجة تستحمل معي الحرارة وهي السمسم. زي ما قلت لكم السمسم والسوداني متحمصين اصلا من الاول. يقلب بقى كل حاجة كده مع بعضها. علشان ياخدوا كلهم من طعم وبعض قبل ما انزل عليهم بالعسل. زي ما انتو شايفين ايه دي مش بتبطل تقليب خالص. ما ينفعش تسيبيها وتعمل اي حاجة تانية. من او ما بتتدقي لغاية ما بتخلصي. اتي بوقفة كده مسكل معلقة وبتقلبي ما تبطلش خالص. نجيب بقى العسل بتاعنا ونسمي الله كده بالراحة واحدة واحدة وننزل بيه على المكسرات اللي احنا شوحناها مع بعض كويس جدا. شايف قوام العسل عامل ازاي ما شاء الله قوام بتاعه تقيل. لازم يكون القوام بالشكل ده. وإلا يبقى عسل مخشوش. يعني العسل بتاعك له قوام اخاف من كده عرف ان هو عسل مش اصلي ومخشوش. ما تضاف له حاجات كتير بقى مية وغيرها. انما القوام ده معناه ان هو عسل اصلي. هيديك بقى المطة الجميلة اللي احنا عايزينها للمفتاة. شايف بقى بعد ما نزلت العسل بتاعنا. طبعا النار بتاعتي متوسطة. وبقلب في اتجاه واحد زي ما انت شايفة كده. ننفعش اروح واجه بايدي. لازم اتجاه واحد بس علشان العسل بتاعنا ما يسكرش. بالزبط كده زي الكيكة لما بنقلبها في اتجاه واحد علشان ما نخرجش الهوى منها. ننفعش بقى نروح ونيجي فيها. ده اللي انا بعمله دلوقتي بالزبط. بلفي في اتجاه واحد علشان ما تسكرش مني وما يفصلش. علل النار بتاعت شوية علشان العسل طبعا بتاعنا بارد. فياخد وقت معاكي تقريبا عشر دقيق على ما يرجع يغلي تاني. وطبعا في الوقت ده انا وقفة كده ومسك المعلقة وبقلب على طول مش هسيبه. علشان ما تحرقش مني ولا يتلسع ولا اي حاجة خالص. شايفين طبعا القوام خفيف جدا لسه ما تقلش معايا خالص. وانا لسه بقلب اهو. ومستمرة مش هزهق ولا اي حاجة. شايفين القوام. طبعا ده بعد ما عدى ربع ساعة وغلت معايا بالشكل الجميل ده. شايفين بقى دركة الصفار الجميلة دي طبعا ده عشان حمصنا كل حاجة بدورها. آآ ما اضفناش كل الحاجة كده فوق بعضها مرة واحدة. دلوقتي بقى بعد ما غلت معايا بالشكل ده هضف لها نص معلقة الملح اللمون. او عصير نص لمونة وطبعا متشار منها البزر. شايفين بقى بصوا بارجع التاني اقلب بالشكل ده. انا دلوقتي بعد ما غلت معايا اول مرة بهد النار بتاعته خالص دلوقتي. وهسيبه على النار تاني لمدة خمس دقايق على النار. تمام? طبعا انا برضو بقلب فيه مش هسيبه خالص. الخمس دقايق دول علشان تستوي معايا كويس وكمان عشان تتعاقد معايا اكتر. زي ما انتو شايفين بلف في اتجاه واحد. بنفعش يمين شمال يمين شمال باكد عليكم يا بنات. دي حاجة مهمة جدا. شايفين اهو كل ما حس انها بتفور وبتغلي. بقلب بسرعة علشان اضيع الفوران بتاعها. هفضل تقلب لغاية القوام بتاعها ميت قل معايا حاجة بسيطة. ومن غير ما اختبر سواها خالص هي خمس دقايق. وهتكون معاكي تمام وزي الفل. طالما العسل بتاعك كويس جدا ونضيف وتقيل. انما لو العسل بتاعك مخشوش هتاخد معاكي نص ساعة او اكتر من كده لغاية ميت قل معاكي. ومش هنقعدها اكتر من خمس دقايق من بعد الغليان الاولانة على النار علشان ما تمسكش اكتر قاوم هيبقى تقيل اوي. تمام كده? وكده خلاص بعد ما عدل خمس دقايق واخدت معايا غلوة حلوة بالشكل ده. بطف النار عليها. شايفين بقى? تقليبة كده حلوة. شايفين قوام بتاعها تقل ازاي عن الاول? وطبعا كل ما بتبرد كل ما بيتقل اكتر عن كده. بعد ما طفيت عليها سيبها تخضى خالص من السخنية الموجودة فيه علشان ارجع وليك قوام بتاعها بيبقى عامل ازاي بعد ما بتبرد. وده شكلها وقوامها بعد مهديت شوية طبعا هي لسه دافية مش بردة خالص ولا سخنة خالص ما ينفعش تسبيها تبرد خالص هتلاقيها جميدة منك جدا. ومش تعرفي اتفضيها في العلب بتاعتك وفي البرتمانات. لازم تبقى دافية علشان تعرفي تتحكمي فيها. شايفة ما شاء الله عاملة ازاي? قوامها تحفة جدا وفي منتهى الجمال لزي ما قلت لك تقل هو عن الاول. شايفة? طبعا نقلب كله كويس جدا لان المكسرات بتطلع على الوش. حضرت البرتمانات بتاعتي سواء بقى بلاستيك او ازاز لازم تبقى مخصولة كويس جدا ومتعقمة ما بقاش فيها ولا نقطة مية. نبدأ كده نسمي الله مع بعض ونبدأ نعبيهم كده في البرتمانات. طبعا ما شاء الله بتعمل كمية حلوة جدا لانها طبعا بتزيد معاكي علشان المكسرات اللي انت بتحطيها. كل ما كانت مكسرات اكتر كل ما طبعا بترمي معاكي اكتر. تمام كده? وطبعا عاز اقول لكم كمان ان هي علاج للنحافة يعني الناس اللي هي عندها مشكلة في النحافة والوزن بتتخن جدا جدا في الاسبوع من تلاتة لخمسة كيلو. فاخدوا بالكم الناس اللي عاملة دايت او عايزة تحافظ على جسمها. تكون منها خفيف جدا او اللي عامل دايت ما يقربش منها خالص زي حالتي كده. طبعا بتعالج الانميا وفاتح للشهية يعني حاجة كده في منتهى الجمال مغزية جدا جدا وبتدفي بتدي طاقة رهيبة بجد جماعة يعني تحفة بجد جدا في ايدها كتير جدا اتمنى تجربوها وعملوها لولادكم هيتعجبهم ان شاء الله. اه وسهلة وسريعة ومقدرها مظبوطة جدا زي ما قلت لكم وانسوا اي طريقة تانية. ما تنسيش بقى وانت بتعبيها في البرتمانات تقلي بها كويس كل مرة علشان يطلع معاك المكسرات والعسل مع بعض. اللي اتنين كيلو عسل طلعوا لي تاتة كيلو من المفتقة بجد كمية جميلة جدا وكبيرة جدا جدا. اعمل لي بقى مين هوزع مين على صحابك وحبايبك وجرانك. وبالفة هاني عليكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص بس وصفاتنا ما بتخلصش. استنيونا بقى فيديو جديد وشوكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم.